انزاني مفجد بسم الله النهاردة ان شاء الله نتكلم ازاي ندخل اقراية بتاعة فتورة الغاز علشان الاقراية ما تتركمش عليك. لان لو اقراية تركمت عليك هتلاقي مبلغ كبير جايلك على الفتورة. فافضل شيء ان انت اتدخل اقراية الغاز كل شهر بشكل منتظم على الموقع الالكتروني اللي شركة الغاز عاملاه. والموقع دوت انا سيقول لكم اسفل الفيديو بحيث ان انت تضغط عليه وتدخل على الموقع على طول. وهو ده الموقع اللي هو قدامك هو تكتبه على جوجل. يمكن انت اول حاجة تخش على جوجل وتكتب الموقع دوت او الافضل ان انت تخش على الرابط تضغط عليه على طول من اسفل الفيديو بحيث ان يدخلك على طول على الموقع بدلا ما تكتب كل ايه الكلمات ديت. خلاص حطينا الموقع بعد كده هنعمل انتر. دخلني بعد كده على الصفحة ديت وهنا كتب لي ايه? عامل لنا العزيز يمكن ادخال القراءة من يوم واحد الى يوم خمستاشر. من كل شهر. يعني انت لو حاولت تدخل ارادة بعد يوم خمستاشر الموقع مش هيقبل. لازم تدخل القراءة من يوم واحد ليوم ايه خمستاشر. طيب. كمان حاجة بيقول لي كيفية القراءة. يعني ازاي ان انا هدخل ايه القراءة بتاعتي? اضغط عليها. بص هنا جايب لي ايه? معلم لي على الجزء اللي هو الاسود ده اللي هو في العداد. يعني هنا في جزء احمر هنا كده على مين هو جزء ايه? اسود على الشمال. الجزء الاسمر دوت هو ده اللي انت هتدخل قراءة بتاعته. اوكي? نقفل هنا. راجعنا على الصفحة تاني. هنا بقى بيقول لي ايه? عشان ادخل وحط القراءة لازم الاول اكتب البيانات ديت. اللي هي فرع وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة. واحد يقول لي ده بنجيب منين البيانات دي موجودة في اي وصلة عندك بتاع غاز قديم. اي وصلة عندك. هتلاقي البيانات دي مكتوبة بنفس الترتيب كده وبسهولة جدا انت نظر ان انت ايه تدخلها. فمثلا هنا مسلا فرعي اهو. انا طبعا علشان دخلته قبل كده فمحفوظة عند الارقام. يعني انت هتدخلها مرة واحدة بس. بعد كده هتلاقي محفوظة عندك على ايه? على الموقع. كده دخلت البيانات اللي هو عايزة اللي هو فرعي وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة. بعد كده اقول له اعرض. احياني الموقع بيكون تقيل شوية عالس انه بيكون في ناس كتيرة دخلة في نفس الوقت. لكن لو انت مسلا لقيت الموقع مسلا تقيل معك وكده ممكن تدخل ايه في وقت تاني? مش لازم تخش في نفس الوقت اللي عليه ضغط وكده. يعني هنا مسلا نهوت بيقول لي هنا في ضغط على الموقع. وعشان الضغط دوت فايه الموقع ايه ما دخلش يعني الوقت المحدد للدخول انتها. فبكتب نفس الاركام تاني او هي لو مسجلة بتكون موجودة زي ما هي او اضغط تاني على اعرض. هيدخلني بعد كده على الصفحة دي اتفيها البيانات بتاعة المشترك. انزل تحت شوية كده. هلاقي كاتب لي ايه? الكراءة السابقة. ايه هو مكتوبة عندي الكراءة السابقة اهو. حاجة هنا بقى ايه? الكراءة الحالية. هدخل هنا بقى الكراءة ايه? الحالية. طبعا انت هتجيب الكراءة الحالية من من العداد. اللي هو الجزء اللي هو ع الشمال الاسود. اللي هو معلم لي عليه هنا باللون الورنج البرتقالي. طيب انا جبت القراءة بتاحت من العداد فاكتبها هنا. وبعد مكتب القراءة الجديدة انزل تحت واضغط على ايه? اضغط هنا لتحديث القراءة. بعد كيه يجيب لي الرسالة وعليها علامة الصحب الاخضر بيقول لي تم ارسال القراءة كمية للسهلاك اتنين وعشرين متر. يبقى انت كده تتأكد ان انت قريدي بعض الاستهلاك الحقيقي بتاعك. لان انت لو تراكم عليك الاستهلاك هتلاقي نفسك الفترة جايلك عالية جدا جدا. وكمان مش بس كده انت كمان بتدخلش في شريحة اعلى. يعني مثلا مثلا ما تدفع مسلا على المتر مسلا جنيه مسلا ممكن تدفع عليه تلاتة جنيه. فلازم ان انت بشكل شهري تبعت القراءة بتاحتك بحيس ان انت آآ توفر فلوسك وكمان ما تدخلش في شريحة اخرى. يعني تخيل كده مسلا تدفع حاجة مسلا بجنيه. فمسلا عندك مسلا ايه? مسلا خمسين آآ مسلا متر بخمسين جنيه. تخيل بقى انت بقى دربهم في تلاتة. يبقى مية وخمسين. فكل ما تخش في شريحة اكبر كل ما تلاقي ايه سعر المتر ايه بيكون اعلى. فافضل ان انت ايه تدخل قراءة شهريا. وزي ما قلنا من يوم واحد الى يوم خمستاشر. وبكده نكون انتهينا من الفيديو. وبكده نكون انتهينا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انزاني موجود بسم الله. ان شاء الله نتكلم على كيفية ادخال القراءة الخاصة بعدات الكهرباء في الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الكهرباء. والموضوع ده مهم جدا ليه? لان طبعا احنا عايفين كنا ان الكهرباء زادت. وطبعا ازا انت مدخلتش القراءة بشكل منتظم اللي بيحصل? بتتراكم عليك القراءة. وايضا ازا الموظف اللي هو المختص بالقراءة مجاش وده بيحصل في مناطق كتيرة. بتتراكم عليك القراءة. طب ايه اللي بيحصل لما تتراكم عليك القراءة? اللي بيحصل ان انت بتدخل في شريحة جديدة. يعني بدان مسلا ما تبقى عندك الكيلو واط محسوب مسلا بجنيه. لا ممكن تحسب اتنين جنيه وتلاتة جنيه. فالافضل ان انت تدخل قراءة شهريا مسلا من يوم واحد ليوم خمسة كل شهر بحيس انت تبقى عارف بتستهلك كام كيلو واط في الشهر وما تدخلش في شريحة اخرى وتكلفك مبالغ اضافية. طيب اول حاجة هنخش على الموقع جوجل. وهنكتب رابط الموقع بس طبعا اه في شركات كهرباء خاصة بالقاهرة وفي في المحافظات. فانا في وصف الفيديو هكتب لكم كل المواقع الخاصة بشركات الكهرباء اللي موجودة. حتى لو في حد عنده موقع تاني ممكن يكتبهولي في وانا هضيفه. اول حاجة هنخش على جوجل. ونكتب الموقع. بعدين انتر. دخلنا هنا على الموقع. انا مسلا ايه? اتبع شركة شمال الكاهرة لتوزيع الكهرباء. فهنا كاتب لي بيقول لي تسجيل قراءة العداد للمشتركين. هنا يقول لي الفرع وفرع وحساب ويومية ومنطقة وادارة وقراءة العداد. انت تشوي حاجة تتحسينها صعبة. لا مش صعبة ولا حاجة. انت هتجيب اي وصل لنور عندك زي كده. هتلاقي كاتب لك هنا في الوصل فرعي وحساب ويومية. كل البيانات اللي هو طالبها موجودة عندك في الوصلة. حاجة واحدة بس اللي مش هتكون موجودة لها اراية العداد. ودي هتجيبها انت ايه من العداد بتاعك تصوره بالموبايل وبعدين انت ايه تدخل ايه الرقم. طيب نطلع فوق اول حاجة بيقول لي اختار الفرع. طبعا هنا شمال الكاهرة في اماكن كتيرة في الامريا في الخصوص في الزوية الحمراء في النزا في المطارية في مدينة السلام في مصر الجديدة. فانت بتختار ايه المكان او المنطقة الخاصة بيك. وبعد ما تختاري المنطقة هنا بيقول الفرعي. طبعا قلنا دي هنجيبها منين? هنجيبها من اي وصل نور مكتوب على وصل النور. فرعي اهود انا قريدي محفوظة عندي عشان دخلته قبل كده. والحساب. واليومية. ده كله موجود على وصل النور. والمنطقة. والادارة. طيب هنا بقى اراية العداد. دي مش موجودة في الوصل. دي المفروض ان ايه? بجيبها من العداد بتاعي. طيب انا فين العداد بتاعي? انا لسه مصورها دلوقتي. ادي صورة بتاعتها. هنا عند صورة العداد بيقول للقراية. سفر واحد تلاتة تسعة سبعة اربعة. يبقى انا هدخل الرقم دوت. سفر واحد تلاتة تسعة سبعة اربعة. سفر واحد تلاتة تسعة سبعة اربعة. وبعد ما دخلت القراية هاجي هنا على كلمة التسجيل واضغط عليها. اهو قال لي بقى ايه? قال تم تسجيل قراءة العداد بنجاح. وبكده اكون سجلت قراءة العداد بتاعي بشكل منتظم. وكده ضمنت ان انا ما ادخلنيش في شريحة اخرى بحيس ان انا ما ادفعش اه كيمة الكيلو واط بسعر ايه? اعلى. وبكده نكون ننتهي هنا من الفيديو. وما تنسوش تعملوش تراك في القناة وتفعلو الجلس عشان شوهوا الوديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.